الوضع في طريقة إلى الانفجار الوضع الاجتماعي الشعبي العراقي شوف أنا اليوم أيضاً دا تابع الأخبار يعني أكثر من جهة غير التيار الصدري وغير أعتقد أكو خلافات على قضية سانت ليغو والانتخابات ومنتخابات المحلية وكذا ومجالس المحافظات وهو العنوان الحقيقي حركة امتداد وأياد علاوي انسحبه أياد علاوي اليوم حتى تصريحه ماذا كان يحمل تصريحه أنه أكو فساد وأكو كذا وكذا وكذا طبعاً هذه معناها مويد علاوي الأخ ما احترامي إلى أيضاً جزء من العملية السياسية وركن عمود من أعملتها لكنه في النهاية وصل إلى هكذا استنتاج أن العملية أصبحت في منتهاها انتهت يجب أن نقلب الطاولة على وجوههم كلهم دول الموجودين المتبسكين بالسلطة وأنا أقول لك فخر لكل شخص الآن حتى ولو ساهم ولو متأخر أن يخرج من العملية السياسية ويقول أنا بريء من هذه من اللي جرى خلال عشرين عام من ظلم وإجحاف وسرقات وتعدي على سياسة العراق ولذلك نريد أن نقلب هذه الصفحة هذه مرحلة يجب أن تنطوي يجب أن نحاسب على من ارتكب جرائم وسرقات علينا أن نبدأ بصفحة جديدة مشرقة للشعب العراقي أنا متفائل وأقول لك في النهاية صدقني شهداء تشرين الأبرار لا يمكن أن تذهب دماؤهم هباء أبدا الدماء والشهداء والضحاء والتضحيات اللي قدمها الشعب العراقي سوف تسجل بنور أقول لك وخط من الذهب أنا أقول لك القادم أفضل إن شاء الله وعلينا أن نتفائل ونلتقاني وياك في حالة أنه يصير تغيير جدري إن شاء الله أتمنى والله أستاذ حامد لقائك بأجواء إيجابية أكثر